بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نواصل في شرح الشطر الثاني من مقرر التحكم ونواصل مع الأمثلة والمسائل وهنا عندي مثال خمسة السؤال يقول يعني هذا النظام برمته قبل الاختصار والمطلوب هو اختصار هذا النظام واحتساب في النهاية نفس الشيء زي ما تكلمنا في المسائل التي سبقت لا بد أن تأخذ مهلة من الوقت وتبحث عن مفتاح المسألة فمفتاح المسألة يعني دوما عندك أما أن تحول أو أن تحول حتى يعني تبسط وتسهل النظام فهنا ماذا عندي عندي هذا وهذا يعني إذا حولنا هذا إلى هنا إلى قبل البلوك جي وان وإذا حولنا البلوك هذا إلى ما بعد البلوك جي ثري تصبح المسألة أسهل وأبسط ويعني أقرب إلى الاختصار لذلك نقول هنا أولا الابطين بين غير 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 بالغير لالأسقار إلى الاسقار بخير من الثانية لدى المسألة المسألة لأنه عندي سامنك بوينت الأول و سامنك بوينت يعني حولناه من بعد الجيوان إلى بعد الجيوان ثم عندي النقطة جي ثري أو البيكوف بوينت جي ثري أو البرانش بوينت هذه البرانش بوينت نحوله إلى بعد الجي ثري أتحصل على هذا النظام يعني إصبع عندي هذا البلوك يمكن أن يكون مثل مثل A سريز مع الجي ثري وفيدباك مع H2 أور جي وان بطبيعة الحال H2 أور جي وان تأتي منه ال H2 كانت في البداية ثم الجيوان لأن الجيوان تحصلنا عليها لما نقلنا السامنك هذا السامنك إلى قبل الجيوان إذا حاولنا سامنك إلى قبل الجيوان لازم نقسم على جي وان وبالتالي في الفيدباك الرئيسي أو الإجمالي تصبح عندي H2 تقسيم جي وان مثل هذا كمباينج بلوكس إن كسكاد أن إليمنيتينج فيدباك لوب H1 أور جي وان يعني هنا عندي جي ثري سريز مع الأي تصبح هذي ومعها فيدباك يعني الهداء هذا كل هذا البلوك هو A time G3 لأنه سريز A سريز مع G3 وإذا اعتبرنا معه الفيدباك يصبح A time G over 1 plus A G direct path مضروب في H2 تقسيم جي وان واش عندي عندي فيدباك يونت فيدباك إيش معنى في يونت فيدباك يعني إذا كان عندي فيدباك بدون أي بلوك يعني هو يونت فيدباك يعني هو عبارة على فيدباك مع بلوك إكول تو وان وبالتالي إذا اعتبرنا هذا البلوك مثلا بي يصبح عندي إيش يصبح عندي C over S هي The direct path هو B تقسيم واحد زايد direct path B مضروب في الفيدباك والفيدباك هو واحد يعني بي مضلوب في الوحد وبالتالي نقصد بها نقصد بها نقصد بها تقسيم واحد زي بي تايم وان نرمز لها بل تقسيم واحد زي بي تايم وان وبالتالي إذا عوضت البي بقيمتها وبطبيعة الحال البي هي تتأثر بالأي تعوض البي بقيمتها يعني هنا استعملنا الحروف الـ A والـ B للاختصار فقط لكن الـ A عنده قيمة والـ B عنده قيمة من خلال معطيات المسألة إذا عوضت الـ A بقيمتها والـ B بقيمتها أتحصر على تقسيم واحد زي بي ترانسفير فانكشن تقسيم واحد زي بي ترانسفير فانكشن شكراً لكم شكراً لكم